السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنراجع اهم القواعد لازم تكون عارفها في السنوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول فكرة معنا لما نشوف I'd rather I wish suppose It's time بناخد بعدها فاعل زي you او I او هي او she ثم التصريف الثاني زي ذهب ونت عاشة lived وهكذا طيب في حالة لو لقانا نفس الكلام اللي هو I'd rather I wish suppose it's time انت ناخد ماضي تام في حالة لو الكلام دل على الماضي يعني ايه يبقى I'd rather اللي واحدها I'd rather فاعل تصريف تاني لكن I'd rather فاعل وكلام دل على الماضي زي yesterday هناخد فاعل هات تصريف تالت يبقى today هتاخد الماضي عادي بس مع I'd rather لكن لو yesterday اخد ماضي تام والفكرة دي جاد من سنتين او ثلاثة في تالت سنة تاني فكرة معنا هي used to used to يعني اعتاد انه بيجي بعدها الفعل في المصدر طيب امتى used to يجي بعدها الفعل في الing لو جي قبلها am او is او are او get او become تاني used to بعدها المصدر لكن لو am used to او is used to او gets used to بيجي بعدها الفعل في الing ودي فكرة مهمة جدا طيب used to معناها ايه؟ معناها اعتاد ان طيب is used to يعني متعود ان الفكرة اللي بعدها احنا كلنا عارفين ان always او usually معناها دايما وعادة بيجي بعدها مصدر او مصدر بس اللي هو حاجة تدل على التكرار اللي هو مصدر او مصدر بس المدارع البسيط طيب امت او is او usually يجي بعدها تصريف تاني في حالة الكلام دل على الماضي مثال هنا الجملة دي بيقولك here not school late when he was young عندما كان صغير يبقى الكلام في الماضي طيب ما في الماضي حتى لو موجود always هناخد تصريف تاني طيب افرد ما كانش فيه when he was young ما كانش فيه كلام دل على الماضي كان هناخد مصدر او مصدر بقس يبقى come او comes الفكرة اللي بعدها كلنا عارفين while يعني بينما while بيجي بعدها ايه while الطبيعي بيجي بعدها فاعل was aware والفاعل في ال i n g while بعدها فاعل was aware والفاعل في ال i n g طيب زي دي كده while he was walking in the street بينما كان يمشي في الشارع طيب عارفين ان while بدل فاعل was aware ing مكنش ال i n g ونحط مثلا جره مجرور او صفة زي مساء l مريد while i was l يعني بينما انا كنت مريد while i was in cairo بينما انا كنت في القاهرة يبقى while عارفنا فاعل واظور i n g او while فاعل واظور صفة او جره مجرور ممكن while بيجي بعدها الفاعل في ال i n g على طول طيب عارفين ان ال i n g بيجي قبله while لكن عارفين ان الاسم بيجي قبله during الاسم بيجي قبله during طيب ينفع ال i n g يجي قبله during لا ولكن لها حالة مهمة جدا تعال انا خد اقرأ المثال ده كده smoking isn't allowed نقط working hours لو مكتوب working بس تبقى فعلي في ال i n g يجي قبله why لكن دي مش working ده working hours يعني ساعات العمل hours ساعات الساعات ده اسم واللي بيجيب بالاسم بيبقى صفة طلبة صفة واسم يجي قبله during لكن نفترض بجملة دي زي ما هي ما كانش فيه كلمة hours وكانت جملة انتهت لحد كده يبقى working يعني العمل working العمل العمل ده فعلي في ال i n g ال i n g كانت تبقى while لكن هنا working مااش فعلي في ال i n g ده working هنا صفة للاسم اللي هو hours يبقى ناخد during والسؤال ده حلو وصعب دلوقتي هناخد الفرق بين since و for since معناها منذ و for معناها لمدة الفرق بينهم مهم جدا وسهل هنحددها بطريقة سهلة كلمة for شكل كلمة for اللي هي رقم اربعة for زي one two three four five لما تلاقي رقم وبعده مدة زي مثلا a day two days three days four years four weeks five weeks دي كده رقم مع مدة رقم مع مدة هتاخد for يبقى اسمها four 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 five four six four seven four eight وهكذا لكن since بعدها اسم اسم يوم اسم سنة اسم شهر وهكذا فمثلا ناخد المثال دي كلمة اكتوبر اكتوبر ده اسم شهر اسم شهر يبقى ناخد since لكن عندنا five years five years five زي one two three four يبقى ناخد four تمام تبكرة خلصة لا فيه تركات كده تعالى نلاحظها دي كلمة ten years انتفعنا ان ten years ten رقم يبقى ناخد four طيب دي ten years اخدت four لكن ten years ago بتاخد since ten years ago بتاخد since طيب نعرف كمان ان since ممكن تيجي مع حاجات زي من زي كمة then بنقول for then ولا sense then اسمها since then يعني منذ ذلك الحين طيب ملحوظة تانية بص كده على الكلمة دي او الحرف ده هتلاقي a a a a a يبقى ages a while a week a month a year هتاخد كلمة four طيب ملحوظة تانية مهمة هنا كلمة the last week the last week وهنا مكتوب last week the last week بتاخد four اما last week بس بتاخد since since ملحوظة تانية مهمة هنا 2010 وهنا 2010 ممكن يجي قبلها since ممكن يجي قبلها in يبقى السنة ممكن يجي قبلها since او قبلها in على حسب ايه لو هنا جملة مضارعة هناخد since 2010 لكن لو جملة ماضي بسيط هتاخد in 2010 حتى كده باختصار لو لقينا عارفين كلنا before يعني قبلة و such as or like يعني مثلا with then بنستخدمها للمقارنة دول بياخدوا كلهم never يجي لك في الاختراط ever ولا never هتاخد never يبقى نقول ايه قبلة و مثلا و مقارنة ب than never قبلة و مثلا و مقارنة ب than never متاخدش ever عندنا have been to و have gone to اللي كنين معناهم ذهبة have gone gone يعني ذهبة فقط لكن have been ذهبة وعدة يبقى gone ذهبة فقط been ذهبة وعدة وبعدهم to طيب هنا have been to have been in او at have been to قلنا ذهبة وعدة اما have been in او have been at معناها مقيم او موجود في مكان معين الملحوظة دي حلوة جدا 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 اتفقنا من شوية ان sen's بعدها ماضي بسيط وقبلها مضارع تام يبقى sen's قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط طيب ينفع sen's قبلها ماضي تام ينفع طيب بص هنا كده على كلمة sen's sen's بعدها ماضي بسيط لو كلمة clean قبلها مضارع تام او it's فترة طيب ينفع sen's قبلها بدل المضارع تام قبلها ماضي تام ينفع طيب ازاي شوف المثال ده وانتا تفهم هنا مكتوب sen's مكتوب بعدها ماضي بسيط اللي graduated بالإيه دي sen's وماضي بسيط المفروض قبلها مضارع تام الوهاف وتصريف التالت طيب لاجي قبلها هاد وتصريف التالت لان في جملة اخرى قبلها الجملة اللي فيها في الاسطوب دي قبلها جملة ماضي بسيط يبقى لو لقينا جملة ماضي بسيط فالجملة الجديدة مضارع تام sen's ماضي بسيط طيب لو افرد ما كانش فيه الجملة دي اصلا خالص مكتوبة لو ما كانتش موجودة كأننا هناخد بدل هاد هاد كده تبقى بدل هاد هاد هتبقى هاف هاد هتبقى مضارع تام ركز في المثال ده كويس معلومة سريعة كده شايف معي هاد 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 ست مرات لهاد هاد 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 يبقى هاد 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 دي معنى ايه؟ معنىها لم يكد ان انتم كزا حتى كزا تم. طيب لو استخدمنا هنربط بذان. لو استخدمنا هاردل او سكرسل هنربط بوين. وحتى لو جات في الاول نفس الكلام. في الاول نستخدم ذان. هاردل او سكرسل نستخدم وين. طيب ناخد مثال كده. ومثلا فاعل زي انا اي. يبقى اي هاد نو سونر. تصرف تلت مثلا بلايد فوتبول. ذان اي وينتو هوم. يعني لم اكد ان انتهني من لعب كرة الكرة حتى ذهبت للمنزل. جات في امتحان تلتة سنوي من حوالي تلت او اربع سنين. وقال لهم اي هاف نو سونر ولا اي هاد. بمطلب بساطة اي هاد. طب بتراية اخرى. جالوا ما سيقول لهم هاد نو سونر ولا نو سونر هاد. لا نو سونر هاد. كده كده هاد. هتلاقى كلمة رقم اثنين في الجملة دي. معلومة سريعة على كلمة افتر. عارفين ان افتر. بيجو مع زمن الماضي التام ثم ماضي بسيط. طيب. لو ينفع نستبدل الماضي التام. اه ممكن نشيل الماضي تام نحط ماضي بسيط. ماضي بسيط. مثلا بعد ما توضيت صليت. ممكن استخدم اقول بعد ما توضيت بالماضي التام. ما يعني ايه. يعني فعل هاد وتصريف تالت. طيب. يبقى الوقت تعرفنا انه after ماضي تام ماضي بسيط ياما ماضي بسيط ماضي بسيط طب ينفع after يجي بعدها ماضي بسيط وماضي بسيط وماضي تام ينفع لو حصل ثلاث جمل يعني ايه لو حصل ثلاث جمل اقول مثلا after بعد ما ذهبت للمدرسة انا اكتشفت ان انا نسيت الشنطة في البيت فيه ثلاث افعال حصلوا هنا اللي هو ذهبت للمدرسة وبعدين اكتشفت وبعدين نسيت طب مين الل içinde حصل أوه. اللي اوه إن انا نسيت الشنتة. بعد كده ذهبت للمجرسة بعد كده اكتشفت. مين اللي حصل الأول هنا النسيان. يبقى جملة النسيان هي اللي حصل الأول اللي بيحصل الأول بيكون ماضي تام. طب زهب واكتشفها ماضي بسيط والماضي بسيط. معلومة سريعة bag بعدها حفرة الماضية بعدها قمع بعدها الالفين وعشرة. يبقى دي engagement باي وسنة في الماضي لان الفين وعشرة ده حاجة خلصت يبقى بعدها جملة ماضي تام اللي هو فاعل وهده تصريف التالت ايهاد مارد معناها الجملة بحلول الفين وعشرة ايهاد مارد انا كنت اتجوزتي بانا اتجوزتي انت بحلول الفين وعشرة يعني قبل الفين وعشرة بشوية ملحوظة جديدة having و having been having بعدها تصريف تالت having been بعدها تصريف التالت معناها بعد دي للمعلوم ودي للمجهول طيب لو الجملة التانية لبعد كما مبنيه للمعلوم هناخد having وتصريف التالت لو الجملة التانية لبعد كما مبنيه للمجهول هناخد having been وتصريف التالت لو مسلا الجملة لبعد كما مكتوب فيها ارسلت تقرير للمدير ارسلت تقرير للمدير يبقى الجملة دي مبنيه للمجهول هناخد having been written يعني بعد ان كتب ملحوظة جديدة on just on immediately on immediately after او ممكن يجي بعدهم الفعل في ال اي ان جي مباشرة. لو مفيش فعل. يبقى لو ما لقناش فعل هنا بعد او بعد اي رابط من دول. هناخد الفعل في ال اي ان جي. فاحنا كلنا عارفين ان افتر من شوية بيجي بعدها فعل وهذا وتصريف التالت. طيب ينفع اقول افتر هاد تالت من غير فعل? لا. طب في الحلقة دي اختار مين? اختار افتر والفعل في الان جي. شوف الملحوزة دي. هنا مكتوب فور الونج تايم. وهنا مكتوب برضو فور في مدة طويلة ودي المدة طويلة نفس الكلام بالزبط. طالما لمدة طويلة وهنا الفعال يجري يبقى الفعل ده في زمن اي ان جي اللي هو المستمر. طالما لمدة طويلة لمدة طويلة يبقى مستمر والمستمر بياخد инов. طيب ليه هنا اختنا وهان اخدنا هاد? عشان الجملة اللي قبلها. هنا مكتوب از زمنها مضارة يبقى اخد هاذ. لكن هنا زمنها في للماضي يبقى ناخد للماضي هاد يبقى از منظهر عيناخد هاز واز للماضي هناخد هاد ونفسج جملة بالزبط بص على الجملة دي الجملة دي مكتوب هاد بن راينينج هاد بن راينينج زمانها ماضي ماضي ايه ماضي تام مستمر مش لازم المسميات قوي لكن اقرأ كده الجملة مكتوب لك زا ستريتس الشوارع وير ويت وير كلام في الماضي عشان كده خدنا ماضي تام تبفرد كانت ار ويت لو كانت ار يبقى مضارع فهتتحول الى مضارع تام كانت تبقى هاز او هف فات تبقى اخد هاز تمام كلنا عارفين انه طولر معناها اطول شورتر اقصر لارجر اكبر حجم ويدر اوسع وار طيب كلهم منتهين بال ايه ار بيجمعهم ذان لان فيه طرفان طرف هنا وطرف هنا فهيقول مثلا احمد اطولر ذان محمود احمد اطول من محمود طب لو عايز اقول احمد اطول من محمود بكتير هحط قبله طولر هحط قبلها much او alert طب لو عايز اقول اطول بشكل قليل هحط little او a bit فالي او ار يمكن يجي قبلها حاجة ادعمها تاني مشهورة جدا في السنوية وكمان موجودة في ثانية وثالثة قادة دي عندنا اتناشر صفة طعام معاملة الصفة الكسيرة ومعاملة الصفة الطويلة ايه الاثناشر صفة دول طول اتناشر صفة ومعاملة الصفة الكسيرة والطويلة يعني ينفع ياخده ال اي ار وينفع ياخده مور يعني ممكن نحط لها اي ار تبقى مور كليفر اذكى ممكن تبقى مور كليفر يعني اكثر ذكاء كلنا عارفين ان كم الطول طويل طب the tallest الاطول short كثير the shortest الاكثر طيب اسمها the taller ولا the tallest الطبيعة اسمها the tallest للتفضيل بين اكتر من كنين مثلا انا عايز اقول احمد the tallest يعني احمد هو الاطول احمد the tallest يعني احمد هو الاطول بين مجموعة اكتر من كنين يعني تلاتة اربعة خمسة ستة وهكذا طيب ينفع اقول the taller ينفع اقول the taller اه في حالتين نقول the taller بدل the tallest ايه هما الحالتين اول حالة اللي هي لو لقينا اكترين بس يعني بقول من بين السيارتين هذه السيارة هي الاكبر حجما فاقول the bigger ليه لان هما سيارتين بس تملا من اول ثلاثة اربعة خمسة ستة لا من اول ثلاثة اربعة خمسة ستة هيبقى الحالة العادية خالص اللي هي هذا والـ the tallest the fastest the biggest وهكذا طيب ايه هي الحالة التانية اللي ينفع نقول the والـ er لو كانت قادة the the ليه كلما كلما the the كلما كلما منلاقي the وصفة بالـ er او more او less وthe وصفة بالـ er او more او less ثم بعضهم فاعل وفعل فاعل وفعل مثال the more you study يعني كلما انت تذاكر اكثر the better you become كلما انت تصبح افضل كلنا عارفين ان the most يعني الاكثر وthe list يعني الاقل يبقى most او list بيجي قبلها كلمة the اسمها most ولا the most اسمها the most لا حالة اخرى غير the most عليها بص هنا كده هنا لقينا most من غير ذا لقينا most من غير ذا طالت زاي عشان فيه apostrophe s يبقى لو لقينا apostrophe s من نوع تحط ذا يبقى الابستrophe s من نوع تحط ذا تبقى ايه كمان صفات الملكية زي his وهير واور وذير برضو ما نحط ذا فانقول ايه his most وهكذا فيه كلمة مشهورة جدا في الانجليزية منها سجست يقترح سجست لها ثلاث حلات سجست والفعل في الاي انجي على طول اما سجست ذات فعل مصدر اما سجست ذات فعل شود مصدر مهمة جدا 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 يبقى سجست بعدها الفعل في الانجليزية مثلا اي سجست جوين انا اقترح الذهاب اي سجست ذات وي جو انا اقترح ان احنا نذهب اي سجست ذات وي شود جو اقترح له ناجب علينا الذهاب فيه كلمة زي سجست اسمها recommend برضو recommend بيجي بعدها الفعل في الاي انجي نفس الكلام طيب لو لدينا كلمة about او consider برضو بيجي بعدها الفعل في الاي انجي وعكس الاي انجي اي سجست جوينج اقترح الذهاب اي سجست اقترح عدم الذهاب كلنا تقريبا عارفين ان let's معناها هيا بنا بس بيتسوي let us let's بيسوي let us طب ايه الفرق بينهم let's تقولها مع صحابك للكلام الغير رسمي informal اما بما تيجي تتكلم بشكل رسمي هتقول let us طيب let's يعني هيا بنا طيب عايز اقول اكس let's اكس let's يقيم let's not او don't let's اكس let's let's not او don't let's